بسم الله والسلام على رسول الله اهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية معاكم عمر ابو الوفا ونرضى ان شاء الله هنتكلم عن نوع من انواع سمكة المحرات بقرة فاكر في المحتوى اللي فات بتاع المحرات بقرة لما قلت لك ان في اكتر نوع من انواع المحاريت اسمه المحرات بقرة اه النهاردة ده واحد منهم ولكنه من عائلة مختلفة واسمه بالانجليزي رية انف البقرة المحرات بقرة بتاع النهاردة شبه المحرات بقرة بتاع المرة اللي فاتت في حتة انه بيحتفز بالاجنة بعد الفقس لحين معاد الولادة يعني الانسة بتحتفز بالبيت بعد ما ايه فقس ويبقى اجنة تحتفظ به مدة سنة تقريبا وبتضع من اتنين لستة من الصغار محرات النهاردة بيحب المية الدافية والشبه استوائية واحيانا بيتحرك في اسراب كبيرة جدا الاسراب دي بيكون لها تأثير سلبي كبير على صد التجاري لانواع المحاروة بطلينوس لكن الكلام ده كان زمان دلوقتي الحالين هو ندر جدا جدا في البحر ومتوسط وعلى مستوى العالم يواجه خطر لانكراط حرج طبعا بالنسبة لمحرات اللي معينا اشتريته من السوق بعد ما ايه امر الله قد نفذ وانا مش عارف وما ليه بيستاده اساسا عامة الاسماك الغضروفية لانه يبتبقى اغلب على درجة تانية في الاكل وتحب صاحب المزاج التقيل في الاكل كمان لو مش طازة ممكن تبقيت لايه راحتها امونيا وانا عرفتك في المحتوى بتاع مرة اللي فاتت بتاع المحرات بقرة ازاي تعرف ازا كان المحرات بقى راحته امونيا عن طريق انك بتحط صبعك في النخشوش اللي جنب العين ده واعكد تشم الصبع لو لات في راحت امونيا يبقى هو ايه بدأت فعلا راحت الامونيا تضرب فيه يبقى كده مش يبقى قد كده في الاكل غير ان هو مش قد كده في الاكل كمان سعره زهيد يعني هو مش مربح للصياد اللي بيبيعه طيب لو انت كده كده يعني حبيت بقى تاكل اسماك الغضروفية عمتا هي بتحب تتاكل مقلية وتتخدم في الالية ومتنساش الاشتراك في القناة اللي يبارك لك وصلى على البي صلي